فلا أقدر أني أشبه الخالق بالمخلوق ولا أعطي للخالق صفات المخلوق حاشاه الله أكبر من كل ذلك هو الذي له الأمر والسلطان جل جلاله هو الله العظيم المتكبر عن ظلم عباده سبحانه وتعالى كل هذا في معاني المتكبر والمتكبر الذي له كمال الكبرياء على عتاة خلقه إذا نزعوه العظم فيقسمهم المولى سبحانه وتعالى اللي بيتكبر كأنه شارك وقاسم الله الصفة التي ليست لأحد من الخلق الصفة دي لله وحده فيتعالى على الناس فاللي يحصل إنه يقذفه الله سبحانه وتعالى في النار لأنه بتتعالى دي صفة نقص في حق الخلق إنما الكبرياء صفة نقص في حق الخلق إنما الكبرياء في حق الله هي تدل على الكمال في حقه جل وعلا فمن عرف أن الله هو المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة والسلطان وجب عليه الحذر من الكبر إنه يبقى متكبر وجب عليه التخلق بالتواضع الإمام القرطبي وهو بيبين وبيحكي في أثر اسمه تعالى المتكبر على العبد لأنه نهج العلماء لما كانوا يشرحوا أسماء الله الحسنى وصفاته العليا بعد ما يخلص بيان وشرح أي اسم من أسماء الله تعالى في ختام الشرح يقول حظ العبد من الإسم فالإمام القرطبي بيقول في نهاية شرحه لإسم الله المتكبر أنه يجب على العبد وعلى كل مكلف إنه يعتقد العظمة والكبرياء لله وحده سبحانه وتعالى وإنه لا حظ له من هذا الإسم إنما حظك لأن الصفة دي وهذا الإسم خاص بالله الذي له الكبرياء جل جلاله العبد ما لهش حظ في الإسم ده العبد مع اسم الله المتكبر هو متعلق بالمتكبر لا متخلق بالمتكبر إنما حظ العبد لما يفهم إن لله سبحانه وتعالى الكبرياء الكامل جل جلاله يبقى حظ العبد إيه إذا عرف أن الله هو المتكبر وله الكبرياء يعرف العبد إنه حظه إنه يتذلل حظ الزل والافتقار للمتكبر الجبار اللي بيده كل شيء مقاليد السماوات والأرض فالعبد يعرف قدره فمن عرف أن الله المتكبر عرف أنه المتذلل الفقير إلى ربه على الدوام ويعرف إنه لازم يكون مع الخلق لين الجانب متواضع مع عباد الله فمن عرف كبرياء الله عز وجل أولا تواضع لله فيخضع لعظمته تعالى ويخشع لعزته سبحانه وتعالى فيطيع المولى ويخضع لأمر ربه ويتذلل بين يديه لأنه لا يتحقق العبد في مقام العبودية لله عز وجل إلا بكمال الخضوع مع كمال المحبة كمال الخضوع يكون بمعرفة الله سبحانه بصفات الجلال صفات الجلال اللي منها اسم الله المتكبر اللي احنا قلنا هو صفات يدل على الكمال في حق الله ويدل على النقص في حق الخلق إذا اتصف به الخلق نقص لكنه صفة كمال لله سبحانه وتعالى فإسم الله كزي ما بتعرف تتعلم معاني اسم الله المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة فهو الخالق الموجد لكل شيء الذي له الكمال والسلطان تتحقق عبودية العبد للرب كذلك بكمال المحبة كمال الخضوع وكمال المحبة كمال المحبة تكون بمعرفة الله سبحانه وتعالى بصفات الجمال تتعرف إلى أسمائه وصفاته كالتعرف على أسماء الرحمن الرحيم اللطيف الودود الكريم صفاته أسماء وصفات الجمال وغيرها ولما أعرف كده أحذر من الكبر لأن الكبر لو وضع في قلب العبد يتناقض مع العبودية لله تعالى أنت عبد والله هو الرب جل جلاله الذي يطاع فلا يعصى ولخطورة الكبر عرفوا لينا النبي عليه الصلاة والسلام وبين عاقبته فقد ورد في الصحيح عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال مثقال ذرة من كبر نقف عند الحتة دي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني ليكون في قلبه وزن أو كبر بوزن قد النملة كده أو قد زرة الغبار الدقيق اللي انت ما بتشوفهاش إلا في النور دي ليها وزن شوف بقى اللي في قلبه كبر مثقال الزرة دي في قلبه هتشوف بعد شوية النبي عليه الصلاة والسلام حيقول إيه ترجمة نانسي قنقر